مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب التلوث في الأنهر ذات المناسب المنخفضة ما حول أغلبها إلى مكب للنفايات تنفذ الفرق الصحية في محافظة ديالة حملات لفحص المياه وتوزيع حبوب التعقيم إضافة إلى نشر الوعي بين المواطنين بمخاطر استخدامها لأغراض الشرب لما تسببه من أمراض معاوية من بينها الكوليرا الفرق الرقابية مستمرة في فحص مياه المشاريع في عموم المحافظة وعلى طول السنة ولكن في حال وجود نموذج فاشل يتم الأخبار به مباشرة ووجود تكسرات في شبكة الإسالة ومناطق كثيرة غير مخدومة بمياه الإسالة فبالتالي اعتمادهم على وسائل أخرى للماء فبالتالي تكون غير صحية واحتمال تكون معرضين للإصابة بمرض الكوليرا فعلى هذا الحال المزري من تراكم النفايات في نهر خريسان وسط مدينة بعقوبة والذي يعتبر من أهم أنهر ديالا كونه يغذي أكثر من خمسمائة ألف نسمة من السكان يطالب الأهالي الحكومة بتنظيفه ومحاسبة المتجاوزين عليه والمفروض من الدولة أيضا أنه سيجي حتى على الأقل تحمي هذا النهر من المتطفلين اللي يرمون النفايات بنصه لو أكو سياج على هذا النهر وتبطين وصيانة وغرامات تان ما وصلنا لهذه الحالة نهر خريسان نشرب من عنده عبارة عن أوبئة أو أمراض دائرة الموارد المائية تقول إن فرقها الفنية ترفع أسبوعيا أكثر من سبعة أطنان من النفايات فقط من نهر خريسان في بعقوبة وطالبت الدوائر الخدمية الأخرى بالتعاون معها وأخذ دورها في محاسبة المتجاوزين من خلال فرق غرامات مالية عالية للحد من التجاوزات على النهر أسبوعيا نرفع من سبعة إلى ثمانية طن نفايات من داخل نهر خريسان أوجهنا عدة كتب طالبنا بها البلدية في مركز المحافظة وطالبنا من دائرة البيئة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين برمي النفايات داخل الأنهر إلى ذلك أصدرت قائم مقامية بعقوبة تعليمات مشددة ألزمت فيها أصحاب الأراضي الزراعية بعدم سق مزروعاتهم من مياه البزول الآسنة وتعهدهم خطيا بذلك لمنع انتشار الأمراض المعدية وبسبب تراكم النفايات في مياه النار فضلا عن العابثين بها من أصحاب المحلات والمطاعم المطلة عليه تتعطل محطات الإسالة التي تغذي عشرات الأحياء السكنية ما يتسبب بحرمان سكان بعقوبة من المياه ولأيام وسط دعوات بتضافر الجهود الحكومية والشعبية للحفاظ على المياه والصحة أحمد الرسام الحرى ديالة ترجمة نانسي قنقر